اشتركوا في القناة اولى زيتون المائد المستورد من المغرب والذي تم تسويقه في اسبانيا يحتوي هذا الزيتون على مستويات مرتفعة من مبيد حشري غير مرخص في الاتحاد الاوروبي وصل المنتج المغربي الى اسبانيا في 18 غوشت حيث تم فحصه عند نقاط الجمالك وفقا لما افاد به نظام الانذار الاسباني اظهرت نتائج التحليل ان المبيد الحشري معروف تم العثور عليه بنسبة 0.067 ميلي جرام لكل كيلو جرام في حين ان الحد الاقصى المسموح به هو 0.01 ميلي جرام لكل كيلو جرام لم تتوفر معلومات اضافية حول هذا الزيتون مثل العلامة التجارية او التعبئة والتغليف قدمت السلطات الاسبانيا تقريرا الى نظام الانذار بشأن هذه المشكلة حيث واشاروا الى ان هذا الزيتون تم توزيعه في الاراضي الاسبانية فقط ويعتبر هذا المبيد الحشري الغير مرخص به في منطقة الاتحاد الاوروبي ولذلك تم تصنيف هذه الحادثة على انها خطيرة من قبل نظام الانذار الغذائي في الاتحاد الاوروبي يتم منع استخدام هذا المبيد الحشري وتسويقه في الاتحاد الاوروبي منذ عام 2020 بعد تأكيد منظمات مثل الهيئة الاوروبية لسلامة الاخذية للاثار السمية التي يمكن ان يسببها على الصحة الجينية والعصبية لدى الاطفال في الولايات المتحدة تم حظره بالفعل من قبل وكالة حماية البيئة في عام 2015 بينما حظر الثامن دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي استخدامه لفترة طويلة وفقا لوكالة المواد السامة وسجل الامراض يمكن ان يسبب التعرض القاصير المدى لمساوية منخفضة لذوخة وتعب وسيلا الأنف وعيون دامعة وسيلا اللعاب والغثيان بينما يمكن ان يؤدي التعرض على المدى القصير لمساوية اعلى الى الشلل والنوبات والاغمات